من الملاعب الإيطالية إلى الملاعب الإنجليزية وتحديدا من كأس إنجلترا والدور الرابع والستين ونتعرف على نتائج بعض المباريات الكبيرة التي حدثت في هذا الدور سيندرلاند يخسر على أرضه أمام نيوكا سليوناتيك بثلاثة نظيفة ستوك سيتي يخسر من برايتون بأربعة هدف الهدفين كونزبارك رينجرز بهدفين على أرضه يخسر أمام بورموت بثلاثة هدفين شيلسي يفوز على بريستون بأربعة هدف دون رد مثل إزبرا يخسر أمام أسطنفل لا بهدف دون رد مانشستر سيتي يضرب بقوة ويفوز على هيدرس فيلتاون بخمسة هدف دون رد وتنهام يفوز على بيرلي بهدف دون رد فولم يفوز على روثرهام بيونيتد بهدف دون رد وأرسنل يخسر على أرضه أمام ليفربول في قمة هذا الدور بهدفين دون رد واليوم ستقام مباراة مانشستر يونايتد مع ويغان على أرض ويغان أتلتك إذن تأهل ليفربول إلى الدورة الثلاثين من كاس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه المثير على أرسنل بهدفين دون رد جاكوب سجل هدف ليفربول أول خطأ في مرمى فريق عند الدقيقة الثمانين قبل أن يضيف لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع مهنة كل المؤشرات كانت تذهب لمصلحة أرسنل كونه يلعب على أرضه وبين جمهوره هنا غيابات مؤثرة بالنسبة ليفربول خاصة غياب محمد صلاح وإندو لاعب المنتخب الياباني لكن ليفربول آمن بحضوظه حتى النهاية سجل هدف بالطريق للخطأ عن طريق جاكوب في مرمى فريقها أرسنل وأضاف الهدف الثاني عن طريق لويس دياز لتتواصل خيبات المدرب أرتيتا مع أرسنل هذا الموسم حتى هذه اللعبة سقطت فيه المبكرا هذا الموسم وتتوالى خيبات أرتيتا الذي لم يكن استحق الخسارة والوداع من دور مبكر بذات التوقيت لا يستحق لفربول الخروج المبكر من هذه البطولة صراحة هي قمة أوفت بالوعود على رغم من بعض الغيابات لكن خروج أرسنل وخروج فريق كبير من الأدوار الأولى في كأس الاتحاد الإنجليزي يعطي البطولة أقل متابعة بالنسبة لعدد كبير من الجمهور بشكل عام لفربول يصير بخطة ثابتة مع يورجون كلاب على العكس كل توقعات منذ بداية الموسم بأن هذا الفريق سيواصل كما حصل معه في الموسم الماضي بتواجده في المراكز ما بعد التوب فور وأنه يحقق نتائج سلبية على الصعيد الأوروبي وحتى المحلية بحكم عدم وجود صفقات مميزة أبرمها هذا النالي لكن باللاعبين نفسهم وبالروح الذي عادت من جديد لأورجون كلاب الذي كانت كل مؤشرات تشيري لأنه سيغادر قرعة الآن في نهاية هذا الموسم لكنه يقوم بعمل مميز خاصة في أن فرق البريمير ليك التعثر هو لا يتعثر هذا الشيء الأهم مر بمرحلة قبل كأس العالي الأندية مرحلة صعبة جدا كانت في غياب رودري وكيفين دي برويل ومن بعدها هالند أرسنال تتوالى عليه الخيبات أستون فيلا على الرغم أنه لاحقه في الوصافة حاليا لكنه بكل تأكيد ليس بذلك الفريق ذو الاسم الكبير في علامة القدم هذا الشيء كله يصب في مصلحة ليفربول الذي يريد أن يخرج من عرق الزجاجة ويحقق لقب كان من المستبعدين أن ينافس عليه حتى النهاية ما الذي يحدث مع أرسنال ودع الكأس ودع كأس الرابطة أيضا خسارات متتالية في الدوري وزوله للمركز الرابع بعد أن كان متصدرا الأجواء المحيطة في ملعب الإمارات ممكن عليه علامات استفهام طبعا نتحدث عن إصابات بالنسبة لخاصة في مركز المهاجم وأيضا نتحدث عن اللمسة الأخيرة وقبل الأخيرة هناك فرص كثيرة بالنسبة لأرسنال كما شاهدنا في الشوط الأول تحديا يوم بارات الأمس والفريق لا يسجل كثيرا والفريق يتلقى أهداف بعكس الموسم من الماضي الذي كان قويا بالنسبة للمراكز الدفاعية كنا نتغلب دفاعه برشلونة هذا الموسم على العكسة الآية صراحة أرسنال أعتقد بأن اللاعبين ليسوا بذلك الكفاءة من أجل حظ لقب دوري قادرين على الإمتاع قادرين على مواصلة نتائج إيجابية قادرين على أن يقدموا ما يطلب منهم من قبل أرتيتا وحتى انتصارات كثيرة كانت في الموسم الحالي أو الماضي في الدقائق الأخيرة بما يدل على أن الرغبة عند اللاعبين موجودة لكن عندما يصل إلى مرحلة يعتقد بأنه هو الفريق الأقوى هو الفريق الوحيد الذي باستطاعته لحصول على اللقب يحصل أمرا ما ما بين الأرتيتا واللاعبين فهذا الشيء ينعكس بضغط الجمهيل الإنجليزية ضغط جمهيل آنسنال التي لم تشاهد فريقها على مصر تتويج منذ عشرات السنين صحيح فهذا الشيء أن كل موسم في ظل التقارب النقطي ما بينه وبقية الأندية يجعل آنسنال في مرحلة معينة يفقد كل شيء فتعويضه أو محاولة العودة من جديد أمر صعب هذا كله يعود على المدرب هل هو بحاجة إلى اللاعبين؟ أعتقد أن اللاعبين بكل شكل عام لكن الإدارة صرفت منذ ثلاث سنوات صرفت مبالغ كبيرة هو يمكن أكثر بعد تشيلسي من حيث الصرف في الدولة الإنجليزية اللاعبين متوفرين لكن المهاجم للرأس الحربة وجود جابريل خسوس وجود مارتينيلي لكن آرسنال إذا ما أراد الحصول على اللقب الدوري نعلم بأن مرشلسل سيتي جلب هلند لكنه كان يحقق اللقب الدوري جلب هلند من أجل أن يأخذ دولة أبطال أوروبا آرسنال إذا ما أراد الحصول على اللقب الدوري عليه أن يجلب لعب ذو قيمة فنية عالية سوبر يعني لو كانت صفقة هاري كين أعتقد أنه كان آرسنال قادر على تجميع اللقب الدوري نعم بفريقين لندنية في النفس المدينة ماشستر سيتي بدورة أهل الدور الثاني والثلاثين بفوزي الكبير على هيدرسفيلت تاون بخماسية نظيفة أهداف المان سيتي سجلها فيل فودن وجوليان ألفاريز وبوب أحرز الهدف الثالث عاد فيل فودن يسجل من جديد واختتم دوكو خماسية السيتي شهدت هذه المباراة عودة البلجيكي دي بروين لمشاركة مع ماشستر سيتي للمرة الأولى بعد تعافية من الإصابة التي تتعرض لها في أغسطس الماري منذ فوزي بكأس العالم للأندية ماشستر سيتي واصل التألق إن كان في الدور الإنجليزي والآن في كأس الاتحاد الإنجليزي يفوز على هيدرسفيلت تاون بخماسية نظيفة شاهدنا مباراة كبيرة بالنسبة لماشستر سيتي وهذا ماشستر سيتي الذي نعرفه يعني ما قبل كأس العالم للأندية كان ماشستر سيتي يعاني خاصة في الجوانب الدفاعية لكن بعد العودة من كأس العالم أعتقد أن المباراة التي شاهدناها في الدور الإنجليزي وفي مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي نرى ماشستر سيتي أنه الأقرب من بين الفرق للوصول للمباراة النهائية ولربما التتويج أيضا بثلاثية أخرى تاريخيا كانت في الدور الإنجليزي أو في دور أبطال أوروبا وحتى هو يريد الحفاظ على اللقبه وأعتقد أن المنافس لم يكن صعبا للغاية في هذه المباراة لكن بكل تأكيد الفوز بانتصارات بنتائج كبيرة هذا الشيء يعني يبعث لتا غورديولا ورجاله في أن يواصلون المضي في الفترات المقبلة أعلق عن نقطة يمكن الإعلام دائما بيحكي عن أرلينج هلاند بيحكي عن كيفين دي بروين لكن أنا أرى بأنه في الفدن الذي ظهر معنا على الشاشة هو أميز لاعب في منشستة سيتي منذ الموسمين هذه هي وجهة نظري في الموضوع في اللاعب هذا صراحة لاعب يعني يجيد اللاعب في كافة مراكز الهجوم لاعب يمتلك قدمان بنفس القيمة وجودة لاعب بالكرات الرأسية تميز بالتسليلات من المسافة بعيدة لاعب جوكر هذا هو الحجر الأساسي الذي يعتمد عليه قواردولا في المقدمة ومن ثم إذا كان فيه لاعب غائب يعوده بلاعب آخر فأرى أن في الفدن إذا ما استمر على هذا الأداء فهو سيكون منافسا لهلاند ومبابي وحتى في نيوسوس وبلينجهام في الجوائز الفردية ونادر ما شاهدنا لاعب إنجليزي يستمر في هذا العطاء والمستوى وينافس على الجوائز الفردية نعم الجميل في منشستر سيتي أن جميع الأسلحة لدى جواردولا عادت وعادت في الوقت المناسب مهند طبعا قبل شهر من دولة أبطال أوروبا والآن في ظل أن توقف منتخبات أندي ثاني بتعالي من غيابه بعض اللاعبين المؤثرين توتنهام هونج مينسون صلاح واللاعبين أفريقي وآسيا منشستر سيتي لا يتضرر كثيرا من هذه النقطة فهي الفرصة المواتية لجواردولا من أجل أن يعود إلى سابق عهد وأن يتصدر ويتزعم صدرات الدولة الإنجليزية المباريات مضغوطة نعم عليها حمل كبير اللاعبين المتوفرين في صفوفة قادرين على انتشاء الفريق في أصعب الظروف وحتى من ضغط المباريات نعم من ماشستر سيتي لا تتنهام أيضا تأهل إلى الدور الثاني والثلاثين بفوزه الصعب على بيرلي هدف اللقاء الوحيد أنضى عليه المدافع بيدرو بورو في الدقيقة التاسعة والسبعين دوتنهام إذن يتأهل إلى الدور الرابع من هذا الكأس كبير آخر يتأهل صح بصعوبة لكن نعرف نادي بيرلي وهو ينشط في الدرجة الممتازة في إنجلترا أعتقد أن شاهدنا مباراة في الدور الإنجليزية ليست في الكأس هي عادة مباراة الكؤوس كأس الاتحاد وكأس الرابطة في طرف أقوى من فريق الآخر بصورة كبيرة لكن تتنهام هذا الموسم يعني بعد الصعود المميز في المرحلة الأولى من عمر الدوري هناك هبوط غريب في بعض المباراة كان يخسر بنتائج كبيرة ومن ثم يحقق الفوز على منافسين بنتائج عريضة الأهم الفوز لأن مباراة التعادل تؤدي إلى أعادة المباراة وهذا النظام أنا صراحة أستغل منه في ظل تطور كل القدم وجود ركلات الترجيح وحتى لو قيمة هذه المرحلة كانت في كورونا عندما تنتهي مباراة في التعادل كانت تنتهي بركلات الترجيح في كورونا لكن عادوا للنظام القديم للنظام القديم أستغرب منه في هذه النقطة فقط متواجهة في أقدم بطولة بالعالم تطورت للكورت القدم فكان يخشى تنتهي أنه يدخل في مباراة إعادة لكن حقق الفوز متأخر ونفس الشيء يمكن حققه أستون فيلا في مباراته الثانية فأعتقد أنه تنتهي إذا ما أراد لم نرى تنتهي على منصته توج منذ زمن بعيد فهذه البطولات قد تشفع للفريق الحالي في ظل وجود هينغ مينسون المتألق الذي سيغيب عن الفترة المقبلة تأثر الفريق في هذه المباراة بغيابه صراحة بكل تأكيد هينغ مينسون يعني لاعب هو الأهم في هداف الفريق وكابتن الفريق حتى بعد خروج هاريكن شاهدنا قوة أكبر من هذا اللاعب الفجر هذا اللاعب شاهدنا الفورمة عالية تبعته بعكس وجود هاريكن والأضواء كانت موزة عليه وعلى هاريكن الآن فريق توتنهام لديه مهمة صعبة في الحفاظ على المراكز المقدمة من أجل محاولة المنافسة على مقعد في دعوة أفضل أوروبا على ذلك لا أعتقد بأن توتنهام بالمستويات المتذذبة ليقدمها وحتى النتائج الأخيرة في المنافسة على اللقب الدوري طيب مباراة تقام الليلة بين مانشستر يونايتد وويغان هي استمرارية لدور الرابع وستين من هذا الكاس المباراة تقام على ملعب دي داباليو في مدينة ويغان ويسعى اليونايتد لتحقيق الفوز والمضي قدما في هذه البطولة بعد أن فقد بشكل كبير المنافسة على بطولة الدوري الاختبار الأول له أو لمانشستر في عام 2024 اختبار في ملعب ويغان نتذكر ويغان كانت لندل كبرى تعاني في ملعب دي داباليو في الدوري الممتاز هبط ويغان إلى درجات متتالية لم نعد أن نرى في الدوري الممتاز لكن تبقى المباراة صعبة على مانشستر يونايتد خاصة أن مانشستر يونايتد عليه ضغط مع تنهاج يريد تحقيق الانتصار في هذه المباراة لأن تحديدا ممكن أن نقول أن هذه البطولة الوحيدة التي سينافس عليها مانشستر يونايتد هذا الموصل الفرصة الوحيدة لتنهاج لإعادة الآمال بالنسبة للجمهير مانشستر يونايتد وإذا قلت أن المباراة صعبة فمانشستر يونايتد بحكم نتائجه ومستوياته الهزيلة هو من صعب على نفسه فمانشستر يونايتد لم يعد ذلك الفريق الذي بإمكانه أن يقلق أي منافس لا بالعكس الآن الفرق تبحث عن مواجهة مانشستر يونايتد من أجل انتصار على فريق تاريخي لكن هو الآن ليس بذلك الفريق تنهاج هي البطولة الأخيرة من المعجزات أنه ينافس على لقب دوري وحتى صراحة في ظل المستويات الحالية أنه ينافس على مقاعد أهل دول أبطال أوروبا فرصة لإعادة الروح بالنسبة للتنهاج الذي لا أعتقد أن يفرط به النادي على الرغم من النتائج والانتكازات المفاجئة شاهدنا برشيل سورنات النسخة مختلفة في الفترة الماضية مع أستون فيلا والعودة بالمباراة بصورة غريبة وحتى أمام تشلسي فهناك في قيمة لللاعبين في إمكانيات قادرين بها لكن لا يوجد ثبات عند الفريق يفوز على الفرق الكبرى تعادل مع ليفربول فاز على تشلسي فاز على أستون فيلا لكن يخسر أمام الفرق الصغيرة الثبات على التحدث أمام ليفربول هو الفريق الوحيد الذي عاد ليفربول هذا الموسم والفريق الوحيد الذي أوقف وعطله على أرضه فإذن منشستر ناتج وحتى الأسماء اللاعبين سواء الأسين أو البودلاء نعلم بكم هائل من الإصابات لكن النقطة أين الخلل هل إدارة بحجم نادي منشستر ناتج لم تعالج الخلل أسوأ سلسلة هزائم على الفريق منذ 1932 تقريبا منذ عشرات السنوات لم يمر منشستر ناتج بهذه الضاقة ولا نجد أي شخص في الإدارة أو الجهاز الفني يحرك ساكنا لا يمكن لهم اللاعبين بشكل كبير لأنهم يتعرضون لضغطات كبيرة من قبل الجماهير ومن قبل المدرب بس المدرب الآن عليه فرصة أنه يجد في هذه البطولة على رغم أنه أعتقد وصوله لأدوار المتقدمة والنهائي أمر منطقي وسهل يجد بهذه البطولة إعادة إحياء مشروع منشستر ناتج الذي لم يفهم حتى اللحظة طيب عودة كاسيميرو وليساندرو مارتينيز يعني شاهدنا هناك خلال دفاعي منذ إصابة النجم الأرجنتيني وأيضا في منتصف الميدان بالنسبة لمشستر يونيتد عودة هذا الثنائي شيء يعني يعطي الثقة بالنسبة لللاعبين الذين يلعبون إلى جانب هؤلاء اللاعبين جمهير مشستر يونيتد فعلت خير باللاعب المغربي سوفيانا مرابط لكن هذا اللاعب أظهر بأنه من الصعب التعامل مع طبيعة ولاعب الدوري الإنجليزي فعودة كاسيميرو إلى هذا المركز ستعزز بكل تأكيد من حضور مشستر ناتج هذا الملعب مارتينيز على الرغم من هفوات كبيرة قام بها مع مشستر ناتج لكنه كان من أهم لعبين قلب الدفاع إلى جانب بران أو حتى مكوير عندما يكون في أحسن حالاته تتحدث الآن عن مشاكل دفاعية ربما هناك مشاكل الهجوم لكن وجود لاعبان بقيمة كاسيميرو وبرتينيز ويحدان من عدد الهجمات بالنسبة للفريق الثاني وعدم قبل أهداف سيعزز الثقة بالنسبة لللاعبين وهجبين وبإمكانهم أن يقوموا على دورهم بأكمل وجه لا